السلام عليكم هذا الكرت اللي معاي هو GTX 1060 هذا هو كرت الجرافيكس هذا اللي يشغلك الالعاب بالشكل اللي حنا نشوفه على اجتوات الكمبيوتر واحد من افضل الكروت اللي موجوده في السوق لكن زي ما تشوفون حجمه كبير وايضا الدسكتوب حجمه كبير لان اذا فيه هذه واحدة من القطع بس اللي داخله عشان كذا يكون حجمه كبير فيه ناس ما تحبوا جار الراس تحب تلعب على اللابتوب تشتري لابتوب جاهز كل شي فيه القطع مركبة ما يحتاجون ركبون شيء ما يحتاجون ان يعدلون شيء الاعدادات جاهزة والعب الماشي خذ معاك اذا رحت الجامعة اذا سافرت اذا انقلت من مكان الثاني دمم معاك اللابتوب بس شبك بالشاحن والعب اللابتوبات للعب طبعا حجمها كبيرة لكن لطالما كانت اللابتوبات للعب تملك اضعف من الجرافيكس كارد اللي موجودة على جهزة الدسكتوب لان جرافيكس كارد حجبه كبير واذا حطوه به الوزن وبه الحجم داخل اللابتوب كان يأثر لكن الان انفيديا غيرت كل شيء لما اعلنوا قبل فترة ان جرافيكس كارد الرئيسية حقتهم 1060 وال1070 وال1080 صار ممكن يكونوا موجودين داخل اللابتوب وهذا واحد من الامثلة طبعا اللي معاي طبعا ثقيل اذا داخله كارت جرافيكس كذلك اكيد بيكون ثقيل وحجمه كبير لكن تخيل ان هذا يعطيك نفس الاداء اللي ممكن تحصله على جهاز دسكتوب موجود عندك في البيت يعني الفرق بسيط جدا 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 فهذا التطور الكبير اللي صار على اجهزة اللابتوب الآن نفس المواصفات اللي كنت تقدر تحصل عليها من ذا الكرت مثل انك تقدر تلعب واقع افتراضي ونظرات في ار و الى اخره وتستخدم كاميرا انسل عشان تصور من داخل الالعاب كل القدرات موجودة انتقلت لللابتوب تقدر تسوي كل شيء كنت تقدر تسويه على جهاز مكتبي تقدر تسويه الحين على الابتوب فصار لما صارت هذه النقلة الكبيرة شركات اللي تصنع الابتوبات تتخص الالعاب اليوم ما بتكلم عنها مسائب بس هذا يعني مثال موجود عندي وللأسف ما اقدر اجيب اللابتوبات كلها هنا يعني مشوار طويل عشان اجمعها من الشركات لكن ليش ما نستعرض لكم اللابتوبات اللي الحين موجودة في السوق او على اقل جاية في الطريق او نزلت من فترة الزبدة اللابتوبات اللي تستخدم مكروت انفيديا الجديدة عشان اوريكم بس قدعيش التطور وصل لاجهزة الكمبيوتر اللابتوب في الزمن هذا بابدأ اولا مع شركة ايسر ايسر طبعا عندها بريدتر بريدتر هو اسم التجاري الخاص باللابتوبات حقتهم وزي ما نشوف قدامنا في بريدتر 15 و بريدتر 17 طبعا كل واحد يخص حجم الشاشة 15 انش او 17 انش طبعا يا تجي بكرت 1070 او 1060 وال 17 انش منها يجي مع شاشة 4K نعم تقدر تشغل العاب 4K 30 اطار بالثانية على جهاز اللابتوب باستخدام كرت واحد زي ما تقدر تسوي بالدشكتوب شي عجيب جدا انك تسوي هذا شي في لابتوب الموديلات التالية من شركة اسوس معروفة وغنية عن التعريف وايضا تصنع غرافيكس كارد هذه اللابتوبات حقتها وزي ما قلنا فيها الكروت الثلاثة كلهم 60 وال70 وال80 ونشوف عندهم ايضا اعلى شيء 17 انش يدعم ايضا الجي سينك والجي سينك عشان تعرفون هو اللي يمنع اللاق ويحافظ لك على معدل اطارات ممتاز على الشاشة بالتنسيق مع الخاصية جي سينك اللي قدمتها انفيديا في السنة الماضية اسوس ايضا عندها موديلات اضافية زي هذا اللي نشوفها قدامنا منهم لابتوب 18 انش هذا يعني بجننني مو بس 4K وفي جي سينك وايضا في جي تي اكس 1080 مع SLI يعني كرتين مع بعض وفي تبريد معي داخله هذا لابتوب ديسكتوب شي جبار جبار مرة شركة جيجا بايت عندها طبعا موديلات كثيرة منها النحيف ومنها السميك طبعا من الخيارات النحيفة في كرت 1070 او 1060 وايضا شاشات 4K وسمك اللابتوبات 23 ملي متر يعني شي نحيف جدا جدا يعتبر على مقياس أجهزة للعاب HP طبعا عندها الموديل المعروف اللي اسمه Omen وهنا نشوف الموديل هذا 17 انش يدعم جي سينك ايضا وعنده شاشة 4K وخيارين يا كرت 1070 يا كرت 1060 لينوفو عندهم لابتوب 17 انش ايضا في جي سينك ومكسورة سرعتها من المصنع وفيه ميكانيك الكيبورد اللي يحبون هذا النوع من الكيبورد لمن يلعبون العابهم ويستخدم كرت جي تي اكس 1070 وطبعا MSI غني عن التعريف مو بس عندنا لابتوب هم هنا اليوم عندهم انواع كثيرة عندهم 14 انش شاشة وعندهم 17 وعندهم 18 انش وعندهم 18 انش طبعا هذه كبيرة مرة وفيها كرتين شاشة ومكسورة السرعة من المصنع يعني خيارات مجنونة 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 من جدل اللي يحب الألعاب اخيرا ريزر موديل 1 14 انش عنده يعطيك عنده شاشة لمس هذا مقارنة بالجهزة الماضية ويستخدم كرت جي تي اكس 1060 اللي هو اقل واحد من الثلاثة الجدد اللي تم تقديمهم لعالم اللابتوبات اذا في النهاية اذا ما كنت واحد من الاشخاصة اللي يبنون جهازهم الخاص وتشتري الكرتب بشكل منفصل الحين تقدر تحصل على نفس القدرات باللابتوب وتاخذها معاك وينما كنت وان شاء الله اليوم وريناكم الخيارات كلها اللي في السوق وخدتوا صورة حلوة عنها مع السلامة